وتفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أيضاً سير العمل بالمشروعات الجارية تنفيذها بميناء الدخيلة وفي مستهل جولته بالميناء أكد رئيس الوزراء أن الدولة تنفذ حالياً خطة متكاملة لتطوير الموانئ المصرية بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك من خلال وزارة النقل بالتنسيق مع الأجهزة والجهة المعنية حيث يتم تطوير وفقاً لأحدث النظم العالمية لتصبح مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات باستغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين المتوسط والأحمر